مرحبا اليوم في هذا الفيديو راح اراويكم اكثر الاجهزة اللي فادتني واللي استفاديت منها حبيت انقلكم تجربتي ويهاي الاجهزة هاي الاجهزة اكثرها اتهم البنات بس عندي جزء ثاني من هذا الفيديو راح اسوي ان شاء الله والاجهزة راح تكون اتهم البنات والأولاد فحتى نشوف هذا كل فيديو اللي هو الجاي ارينكم توصلون هذا الفيديو الاكبر عدد من اللايكات اذا تقدرون يعني مثلا 20 الف لايك بيوم واحد راحكون كلش فرحانة بالمهم سووا لايكات كلش فرحانة حتى نزل الفيديو الثاني اللي هو الجزء الثاني ممكن ما سويتوا لايكات اكثر كما تشجع اكثر انه نزل الجزء الثاني من هذا الفيديو راح اشوفوا الاجهزة اللي عجبتني او الاجهزة اللي عجبتني وارجع لكم اول جهاز هو هذا الجهاز اللي هو عبارة عن لوح مطاطي لتنظيف فرش المكياج من السيقما طريقة استعمالة انه انا حطى ابقاع المخسلة بهاي الطريقة وابدي ان اضف الفرش بي فرش الكبير على الجهة اليمين والفرش الصغيرة على جهة اليسار طبعا ما تتخيلونش قد هذا الجهاز فادني كلش فادني ينظف الفرش تنظيف كلش عميق بالاضافة الى انه يوفر لي كلش هوايا وقت فهذا الجهاز يعني انا بصراحة اشوفه انه ضروري يكون ببيت كل بنية تستخدم المكياج ورح احط لكم رابط شراءة بصندوق الوصف حتى تقدرون تشتروه بالنسبة التقييمي للجهاز هذا بكل صراحة وبكل شفافية انا قيمة وانطي 10 على 10 هذا هو شكل الفرش بعد ما تنظفت التنظيف العميق اللي لازم تتنظفه شوفوا شلون شكلها كأنها اليوم انا مشتريتها هذا الجهاز انا مغرمة مغرمة بي يعني الجهاز الثاني وهذا الجهاز اللي قشرت البشرة تقشير كريستالي اسمه PMD مثل ما تشوفون هذا شكل الجهاز وهاي الدسكات الصغيرة اللي تشوفوها عليها ذرات كريستال كل دسك عليه ذرات كريستال تركب براس الجهاز حسب نوع البشرة كل البشرة الليها دسك خاص بيها هذا هو شكل الجهاز طبعا انا استخدمته وقشرت وجهي لذاك قاعد تشوفون بعض القشور قشور البشرة موجودة على طرف الجهاز هاي انا من قاعد استخدمه طريقة استخدامه جدا سهلة هذا التقشير يجددنا خلايا البشرة بالاضافة الى انه يحمينا من تقدم سن البشرة تقيمي لهذا الجهاز هو 8 من 10 مثل ما تشوفون هي هاي خلايا الجلد الميت اللي شالها الجهاز من بشرتي حتى تجدد البشرة الجهاز الثالث هو هذا الجهاز جهاز الليزر زالت الشعر بالليزر ايه نقدر انشيل شعرنا بالليزر واحنا بالبيت وانا استخدم لهذا الغرض هذا الجهاز طبعا هذا الجهاز بيعيب انه الفتحة ماتة كلش صغيرة انا سويت لكم فيديو كامل عن هذا الجهاز اذا تريدون شيك وصندوق الوصف الجهاز فادني من ناحية انه شال للشعر الزائد او خففه مشالة بشكل نهائي العيب الوحيد اللي بيه انه فتحة صغيرة ياخذ منكم كلش هواية وقت فانصحكم تشوفون الفيديو اللي انا سويته عنه بصندوق الوصف لانه هتش اجهزة لازم تدرسوها قبل لا تشتروها لانه سعره كلش غالي تقييم لهذا الجهاز خمسة من عشرة وهاي انا اراويكم الجهاز واستخدمه بنفس الوقت مثل ما شوفون فتحت الجهاز وهي انا استخدمه على الذقن طبعا هو يضوي وامبات بسيطة ومم بينا لانه تصوير يعني واضاءة ممكن نستخدمه على الايد ممكن نستخدمه على اي مكان ما عدا المناطق الحساسة والوجه ايضا ممنوع نستخدمه على الوجه الي سوائنا مجازفة اني استخدمت على وجهي بس ابدا ابدا ممنوع نقرب على جهة العين تكدونه ما تجيبوا على عينكم أبدا 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 منها سأحذركم يعني مو بس على عينكم لا تسووا على الحاجب أو على الجبين أو على أي منطق قريبة من الآن رابع جهاز هو هذا الجهاز اللي هو طبعات الأظافر اللي أنا كلش 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 أحبها ومهوسة بيها هاي الطبعات موجودة على أطباق حديدية مثل ما تشوفون نقدر نطبع منها على ظفرنا عدد لا نهائي من الطبعات يعني أقدر أعيد الرسمة مليون مرة على أظافري كلما أمسح أظافري وأعيد أرجع أطبع عليها أقدر أطبع بدون ما أضطر أنه أشتري استكارات الأظافر بس أستخدمها مرة واحدة وتنذب لا هاي الطبعات قابلة لإعادة الاستخدام مش قد ما نقدر بس عيبها الوحيد لازم نستخدموا إياها مناكير غير شفاف تقييمي لها هو 7 من 10 الجهاز الخامس هو هذا الجهاز اللي يكسر السليولايت السليولايت هي عبارة عن تجمعات الدهون تحت الجلد نتيجة عدم الحركة فهذا الجهاز يجي وتكسرها الدهون تخليها سلسة وتتحرك وتذوب مع أحشاء الجسم أو مع الدم طريقة استخدامها أنه من تحت إلى فوق على الأفخاذ ممنوع نستخدمه باتجاه معاكس لازم نستخدمه من تحت إلى فوق أي باتجاه القلب لازم نودي الدم على القلب فمن تحت الفوق لأن هذا الجهاز مو مناسب للي عنده ضغط دم واللي عنده دوالي تقييمي لهذا الجهاز هو خمسة من عشرة الجهاز السادس والأخير هو هاي الفرشة الجميلة اللي تخلي شعري غير متناثر غير منكوش هاي متنعم الشعر وإنما تخلي متماسك هو كله مع بعضه وغير منكوش النكشة والشعر المتطاير والمتناثر كله يختفي وذوب بالشعر هاي الفرشة كلش 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 أحبها هاي كلش عجبتني وتقييمي لها عشرة من عشرة تعتبر حل سريع إذا تريدون تطلعون طلعة مستعجلة ما عندكم وقت تصففون شعركم فهاي طريقة كلش سريعة لتصفيف الشعر أكدوا بعد ما تخصوا هذا فيديو تشوفون صندوق الوصف لنبي كل الروابط أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم أتمنى على أجهزتكم فادتكم إذا تحبون أسوي فيديو كامل مخصوص الجهاز واحد من هاي الأجهزة كتبوا لي شنو هذا الجهاز اللي حبيتوه بصندوق القضي بخانة التعليقات لا تنسون تنطون الفيديو هذا لايك شبير كلش 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 هالقدة وبقد الدنيا وبقد الكرة الأضيية كلها وبقد العالم كلها لايك واللي ما مشترك بقناتي يضغط على زر الاشتراع كدوه حتى توصل لها فيديوهاتي أول بأول وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي مع السلامة